سلام خوتي ومرحبا بكم في قناة ديكم قناة شاهد الحدد وإليكم التفاصيل الرجل يختار مجموعة متنوية من اللعبة استعدادا للمباراية القادمة ضد منتخب إفريقيا الوسطى في إطار التصفية المؤهلة لكاس إفريقيا للأمم الشيء اللافت في القائمة هو استدعاء بعض الأسماء الجديدة مثل صلاح الدين شيهب وجمال حركاس وعبد الحاميد أيت بودلال بالإضافة إلى رضا بن حيان وأسامة صحراوي هذه التغييرات تظهر حرص الرجل على تجربة وجوه جديدة وضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني في المقابل عرفت القائمة غياب لعبين مهمين مثل حاكم زياش الذي عاد للتدريب بعد إصابة تعرض لها في الفترة الماضية وأيضا إبراهيم دياز الذي ما زال في مرحلة التعافي هذا يعكس أن المدرب يراهن على الحفاظ على توازن الفريق مع منح الفرصة للاعبين جدد لإثبات قدراتهم وإليكم مقائمة المنتخب المغربي في حلصة المرمى مونير الكجوي ياسين بنو وصلاح الدين شهر مدافعون أشرف حكيمي محمد داشيبي عبد الكبير عبقار وجمال حركاس ونايف أكرد عبد الحاميد أيت بودلال ونصير مزراوي وأدم أزنو وسط الميدان بلال الخنوس وإسماعيل السباري وسوفيا المرابط وأسامة الغالين ورذا بالحيان أزدين أناحي وفي الهجوم إلياس أخماش آمين عدلي إلياس بن صغير وسوفيا الرحيمي وأيوب الكابي ويوسف نصيري وأسامة صحراوي وعبد الصامد الزلزلي الموباريات المقبلة ستقام في وجدة وإي الفرصة للجمهور المغربي لمساندة المنتخب في هذه المحطة المهمة من التصفية خصوصا مع تطلعات كبيرة للتأهل والظهور بمستوى مميز في البطولة التي ستقام على أرض الوطن وأراكم في فيديو آخر إن شاء الله